أعلن حزب الله اللبناني قيامه بإطلاق صاروخ باليستي من طراز قادر واحد استهدف مقراً للموساد الإسرائيلي قرب تل أبيب وأوضح حزب الله في بيان له أن هذا المقر هو المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير أجهزة البيجرز وأجهزة اللاسلكية في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح سطح بعد رصده قادماً من لبنان كما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا